السلام عليكم أنا الدكتور محمد زايد أخصائي الجراحة العامة وجراحة المنظار سنتحدث اليوم عن موضوع مهم وهو علاج الناصور الشرجي من غير الجراحة حقيقة الناصور هو عبارة عن قناة غير طبيعية تمتد من الشرج إلى الجلد وتحدث عادة بسبب حصول دم الشرجي وتم فتحه لوحده مما أدى إلى وجود قناة بين الشرج والجلد طرق العلاج مختلفة حقيقة وأكثرها جراحية والطرق الغير جراحية هي قليلة جدا أكثرها وهو لاصق اسمه فايبرين جلو يتم إدخاله من القناة الشرجية مما يؤدي إلى التصاق القناة الشرجية والتئامها ومما يؤدي إلى الشفاء ولكن حقيقة نسبة الشفاء عالميا تصل إلى 44% عن طريق هذه الطريقة والطريقة الأخرى هي رقعة من مادة الفايبرين فايبرين بلغ أيضا يتم إدخالها داخل القناة ونسبة الشفاء بهذه الطريقة أعلى تقريبا تصل إلى 88% عند إدخالها داخل القناة مما يؤدي إلى التئامها أيضا من طرق غير الجراحية لعلاجة النصور الشرجي استخدام مادة ناترات الفضة السائلة باختلاف تركيزها خلال إدخال هذه المادة إلى القناة على شكل جلسات متكررة مما يؤدي إلى التئامها ولكن طبعا يوجد هناك نسبة رجوع ونسبة أيضا فشل قد تصل إلى 50% أيضا يمكن استخدام الليزر كطريقة غير جراحية أو تدخل جراحي بسيط يعتبر الليزر ونسبة شفاء المريض من خلال جلسات الليزر تحت التخدير العام تصل إلى 88% من أول جلسة أو من ثاني جلسة ودائما هناك حقيقة نسبة لفشل لجميع أنواع الجراحات وأيضا العلاجات غير الجراحية للناصور الشرجي نتمنى أن نكون قد وفقنا بتقديم مادة جيدة عن العلاج غير الجراحي للناصور وشكرا لمتابعتكم